مرحبا عزيزين ومتابعي قناة برلين بيعيون عربية نزل عندنا تحديث جديد للآيفون التحديث برقم 16 3 قبل ما أبدي شرح الطريقة الصحيحة للتحديث أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو يدعم قناتي برلين بيعيون عربية باشتراك ولايك ويفعل الجرس حتى يوصلك كل شيء جديد من عندي والجديد على قناتي قناة برلين بيعيون عربية مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاد حلول هذه المشاكل نحدث الآيفون بصورة صحيحة بالبداية لازم نتبع الخطوات التالية حتى ما تصير عندك أي مشكلة ولا يصير عندك أي خضر الآيفون بصورة صحيحة وما يصير عندك مشاكل أول شيء لازم يكون على شبكة الواي فاي لأنه إذا حدثت على شبكة البيانات راح تجيك شبكة ضعيفة وممكن تعملك مشكلات فأني دائما أحدث على الواي فاي وما يصير الحمد لله عندي أي مشكلة النقطة الثانية لازم تحدث ويكون الشحن أهم شي أهم شي فوق الخمسين بالمية يعني أنا تسعين أوكي ما عندي أي مشكلة النقطة الثالثة راح ندخل على الإعدادات حتى نتأكد التحديث إجانا ندخل على عام ندخل على تحديث البرنامج ونتأكد التحديث إجانا التحديث هنا والميزات مالتها قبل ما تنزل التحديث لازم ترجع إلى الوراء خطوة ونروح على مساحة التخزين هذا شي مهم كل واحد عرفه لازم وأكد عليه ويرجع يهجيني أخطاء الآن أنا المساحة مالتي لكل يمية واثمانية وعشرين المستخدم ثلاثة وثمانين الفرق أربعين جيجا يجون ذاك اليوم واحد يدخل لي المساحة مالتها ميتين وستة وخمسين المستخدم ميتين واربعة وخمسين يعني عقل الآيفون مالتك اللي هو المعالج ما رح يقدر يشتغل والآيفون رح يحمى عندك والتطبيقات ده تخرج من حالها فرجاء رجاء هنا خلولكم عشرين ثلاثين جيجا أربعين جيجا إيش قد أكثر إيش قد أحسن التليفون ياخذ راحتك أنا ما عندي أي مشكلة الآن أرجع إلى الوراء أروح أحدث وأشوف ميزات التحديث اللي واصل أدخل على تحديث البرنامج رح ينزل أندي التحديث المساحة مالتها 642 يعني تحديث زاير مو كبير والتحديث بخلفيات جديدة وبهذه الخلفيات طبعا تدعم دوي البشر السوداء اللي هما كانوا بأميركا وهنا يقدم حماية متطورة للبيانات من الآي كلاود خدمة المفاتيح وتحسينات أخرى وإصلاح الأخطاء لمعرفة المزيد راح تدخل هنا هذه الميزات مال التحديث اللي نزل الآن حتى أحكي لكم عن الميزات راح أحدث الآن وبالفيديو القادم اللي راح يكون أعتقد بكرة أو بعد بكرة أتكلم لكم بالتفصيل عن الميزات اللي نزلت إن شاء الله أتمنى بنهاية الفيديو استفادته الآن فقط أنزل تنزيل وتثبيت تدخل كلمة السر رمز الدخول وانتهت الآن راح ينزل التحديث تعمل موافقة موافقة طبعا يعني لازم كل واحد يقولكم لا تحثون هو خطان لأنه الطبعا الآن بدأ ينزل التحديد لأنه إحنا مقيدين بشركة أبل مو أبل أبل تتحكم بنا مو إحنا نتحكم بيها فأبل ما يهمها إن واحد اثنين اليوم دخل لي واحد خمسة عشر اثنين ما يتحدث بعد عنده هذا راح تمسح البيانات مالتها إذا مقبل التحديد فرجاء رجاء ما عليكم من كل واحد يقولكم لا تحثون انتظروا ماكوه الشي هذا رجاء حثوا الهواتف مالتكم روحوا إذا صار خطاء من الشركة الشركة تحلها أما أنت تنتظر انتظر لا ماكوه الشي بس تأكدوا أنه الواي فاي عندك قوية والشحن فوق الخمسين أو أربط على الكابل واشحن والميزات موجودة هنا رح يرجع يطفي الهاتف ويرجع يشتغل ويتحدث مية بالمية بدون أي مشاكل الحمد لله وشكر أما بالنسبة للبطارية أداء البطارية فتبقى أيضا يعني بكيف الشركة لكن انت أيضا يوقع عليك عبئ أنه تترك مساحة غير مستخدمة أتمنى إلى الآن المعلومات اللي نطيتكم إياها وافية عن طريقة التحديث الصحيح بالنسبة للآيفون هذه احنا اكتسبناها بالخبرة أتمنى كل شخص عنده أي مشكلة أو حاول يقترح فتشي يكتب لي عبر رسائل أو يتخلي سناب أنا حاضر وشكرا لكم مع ألف سلامة قبل ما أنهي الفيديو فقط حبيت أشيل إلى أنه هنا رح تنتظر إلى أن هو من حاله رح يجيك هل تود التحديث فتكتب نعم رح يطفي الجهاز ويرجع يشتغل ويرجع يطفي ويرجع يشتغل ورح ينزل لك تحديث ورح تشوف الميزات مالتا اللي هي الخلفيات الجديدة اللي نزلت والميزات الثانية وإن شاء الله أتكلم عليها بالتفصيل بالفيديوهات القادمة تحياتي لكم معذرا يعني الآن والله رجعت من الدوام فعذروني أخاف غطأت بالفيديو عملتها على السريع ومع ألف سلامة شكرا